اشتركوا في القناة وتمنياتهما لجمهورية باكستان الإسلامية بدوام التقدم والازدهار وتبادل الجانب أن وجهت النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وأشاد سموه بالمستوى العالي الذي وصلت إليه أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق على كافة المستويات كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين خاصة في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية وفي نهاية اللقاء شكر الفريق أول ركنسمو رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار هذا وكان قد وصل الفريق أول ركنسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى إسلام باد في زيارة رسمية بناء على دعوة من الجنرال قمر جاويد باجوة قائد الجيش الباكستاني للمشاركة كضيف شرف في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري وسوف يلتقي سموه خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين من القادة العسكريين في الجيش الباكستاني وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى قاعدة نورخان العسكرية بمدينة راو البندي عدد من كبار قادة الجيش الباكستاني وسعادة السيد محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية وأعضاء السفارة